أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك وآلي العهد أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله لرفع مستويات التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية تركيا الشقيقة تأتي في سياق ما توليه المملكة من أهمية للعلاقات المتميزة بين البلادين على مختلف المستويات وتقديرا للمكانة التاريخية والنموذج الإقليمي الحيوي الذي تقدمه تركيا على الصعود التنموية والاقتصادية جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الكذبية اليوم سعادة السيد صفر توران مستشار فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والوفد المرافق له حيث نوه سموه بتعدد مجالات العمل المشترك مع تركيا الشقيقة والحرص على الدفع بها نحو أفق أرحب والتي تحققت من خلال لقاءات القيادة بالبلدين ومنها زيارة جلالة الملك المفد الأخيرة إلى تركيا بالإضافة إلى الزيارات المتبادلة على مختلف المستويات مشيدا سموه بعمق العلاقات الثنائية وبموقفها الداعم للمملكة وأهمية العمل على مواصلة الارتقاء بتلك العلاقات وأشار سموه إلى الفرص الاقتصادية المشتركة وأهمية البناء على ما تحقق من توقيع للعديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين مشيرا سموه إلى أن العلاقات الممتدة بين البلدين ساهمت في توحيد الرؤى المشتركة في المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي أثبتت مدى حرص البلدين على توطيد تلك العلاقات بما يحقق للمنطقة أمنها واستقرارها من جانبه أعرب سعادة مستشار رئيس الوزراء التركي عن شكره وتقديره لسمو نائب جلالة الملك ولي العهد على ما يبديه سموه من اهتمام بتطوير العلاقات البحرينية التركية ودعم التعاون بما يسهم في تحقيق النماء والازدهار للشعبين والبلدين الشقيقين اشتركوا في القناة